اشتركوا في القناة التي خضى علىها سموه كما اعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن بالغ الشكر والتقدير الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وبهذه المناسبة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه خالص شكره ومحبته وامتنانه لابناء شعبه الكريم على مشاعرهم الطيبة والنبيلة تجاه سموه وبما عبروا عنه بكافة اشكال التعبير وفي مختلف الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وهي مواقف ومشاعر لن تنسى ابدا وستظل محفورة في الوجدان لانها عكست محبة هذا الشعب وهي زادنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى للاستمرار في العطاء خدمة لهذا الشعب العزيز كما عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن خالص شكره وتقديره لكل من سأل عن سموه او بعث بتمنياته بالصحة والعافية خاصة قادة ورؤساء الحكومات والمسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة الى ذلك فقد عبر المواطنون عن فرحتهم الغامرة وبمشاعر الفرح والسعادة التي تملأ نفوسهم سرورا وابتهاجا بمغادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المستشفى ونجاح الفحوصات الطبية التي اجريت لسموه حيث اشعلت هذه المناسبة شموع الفرح في مملكة البحرين وابتهج المواطنون والمقيمون بسلامة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي عبر الجميع عن فرحتهم بها كل بطريقته واسلوبه الخاص حفظ الله صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وادام على سموه نعمة الصحة والعافية اشتركوا في القناة شكرا